جوال نوفا جديد من هواوي وهذه المرة تضعوا الـ T بنفس الاسم فهذا هو النوفا 5T السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخوكم فيصل السيف هواوي نوفا 5T يأتي بتصميم ساندويتش زجاجي مع هواف من الألمنيوم من الأمام نلاحظ الكاميرا محفورة في الشاشة ومن الخلف نلاحظ أن الزجاج يأتي بنقشات النوفا ونوعاً ما تعطي لمسة جميلة ولكن ليس لكل يبقى يعرف أنه مكتوب باسم النوفا على الجوال من الخلف يظل هذا شكل جديد من أشكال النوفا وطريقة القزاز الموجودة رائعة على نفس الجهاز الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.26 إنش بدقة 1080x2340 بكثافة 412 بيكسل للإنش الواحد وتقريباً هذه 84.2% من الواجهة الأمامية الجوال في أربع كاميرات خلفية أساسية بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 الثانية عريضة جداً بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 2.2 الثالثة كاميرا العمق ودقتها 2 ميجا بيكسل بفتحة العدسة 2.4 الرابعة كاميرا الماكرو وهي متخصصة للتصوير المقرب وتأتي بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.4 الكاميرات تمتلك فلاش LED وتدعم Auto Focus والHDR وتصور حتى 2160 Progressive و30 إطار في الثانية الكاميرا الأمامية محفورة في الشاشة دقتها 32 ميجا بيكسل وفتحة العدسة 2.0 في الصور العادية يقدم ألوان مرضية ولكن مائلة للبرودة نفس الشيء تقريباً في التصوير بالزاوية العريضة وتصوير البورتري قدم أداء جيد جداً ولكن أحياناً في تفاوض في عزل الخلفيات ويتعرف على الأشخاص في التصوير الماكرو يقدم تجربة جيدة جداً وكثير هواتف تفتقر لهذه الميزة في نفس الفئة المتوسطة شيء إضافي موجود في الكاميرات هو التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث يعطيك أفضل إعدادات للصورة قبل التقاطها وهذه باستخدام المعالج الداخلي الذي يمكن هذه الخاصية المعالج 980 كيرن بثمانية أنوية ودقة تصنيعية 7 نونومتر والمعالج الرسومي مالي G76 MP10 في اختبار تطبيق Geekbench 5 المعالج أعطى 667 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة 1700 نقطة في تجربة لعبة PUBG على طول اشتغلت في العدادات العالية وأداءها كان ممتاز الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت والسعة التخزينية 128 جيجابايت لا تستطيع تزيدها لأنها لا تدعم كارت ذاكرة خارجي وعلى فكرة الجوال يدعم تشغيل شريحتين النظام التشغيلي في الجوال هو الاندرويد 9 بواجهة الاموشن يواي 9.1 مع دعم تطبيقات جوجل النظام يوفر اختصارات تعودنا عليها من هواوي مثل النقر لالتقاط الشاشة وسحب شريط الاختصارات لتصغير الشاشة وغيرها مستشعر البصمة مدمج في زر القفل ويقدم أداء ممتاز ويدعم فتح القفل باستخدام الوجه ولكن صورة ليست 3D فما أنصح باستخدامها كشيء أساسي للأمان الجوال يدعم بلوتوث 5.0 وتقنية NFC متوافق مع خدمة الدفع زي مدى بي سعة البطارية 3750 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع باستخدام تقنية السوبر تشارج والشاحن السريع الذي يأتي معه بقوة 22.5 واط يشعن 50% خلال نصف ساعة تقريباً ولكن للتوضيح هي من 0 إلى 50% ولكن لن يكون 60% تحس بأنه نصف ساعة بين شحن كامل ولكن هذا فقط للتوضيح الصندوق يحتوي على غلاف شفاف، شاحن سريع، كابل شحن، سماعات أذن وبمنفذ USB Type-C هواوي نوفا 5.0 يتوفر بألوان الأرجواني والأسود والأزرق المشرق ومن ناحية السعر وتفاصيل الجهاز فحطيت لكم إياها في وصف الحلقة الجوال تصميمه جميل وجودة التصنيع عالية وقدرة هواوي بالنوفا توصل لجودة جداً ممتازة ويقدم أداء مرضي في التصوير وامتلاك الكاميرا الماكرو تعطي إضافة جميلة للناس الذين يهمهم عدسة الماكرو العتاد الداخلي ممتاز ودعم الشحن السريع يعتبر شيء حسن أما من ناحية الأشياء التي تمنيتها تكون موجودة في هذا الجوال مثل منفذ السماعة 3.5 ويوجد كرت ذاكرة خارجي فإذا لم تحتاج السعة التخزينية الإضافية على 128 جيجا بايت يمكن هذا الأمر ما يعني لك نهاية الفيديو وكل فيديو كانت هذه نظرتي إلى النوفا 5T جوال من الفئة المتوسطة يعطي إمكانيات جداً جميلة من نوفا وشركة هواوي سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته